للمزيد من الخرطوم ضيفي أحمد عبدالغني المحلل والسياسي يا سيد أحمد لقاءة المجلس العسكري مع بعض التحالفات من المعارضة أو الأحزاب على ما تسفر وعلى ما تدل نعم المهلة التي كانت محددة من قبل الاتحاد الإفريقي للمجلس العسكري في السودان لتسليم السلطة إلى المدنيين فهي كانت خمسة عشر يوما تمتدت من أسبوعين إلى ثلاثة عشر ولكن تم تمديد هذه المهلة نعم إلى ثلاثة أشهر فهذه المهلة في تقديري هي مهلة قد تطول كثيرا خاصة وأن المعتصمين هنا في ساحة الاحتصام في الخرطوم ما زالوا يتدفقون إلى ساحة الاحتصام بشكل يومي فهذه المدة في تقديري هي طويلة جدا على المجلس العسكري وكذلك على المعتصمين في ساحة الاحتصام لكن ربما المجلس العسكري يسعى خلال الأيام المقبلة إلى إجراء مشاورات وكذلك إلى إجراء اجتماعات أو جلسات مع القوى السياسية السودانية المختلفة وعلى رأسها قوى الإعلان الحرية والتغيير وكذلك تجمع المهنيين السودانيين وبقية الأحزاب السياسية السودانية المختلفة أولا شكرا على قراءتك في مسألة المدر ثانيا تجمع المهنيين لم يجلس مع المجلس العسكري أتحدث إليك عن الرؤية التي قدمت من التنسيقية الوطنية للتغيير والبناء أتحدث معك عن اللقاءات بين المجلس العسكري وبين وفد تحالف أحزاب وحركة شرق السودان تجمع المهنيين لم يجلس مع المجلس العسكري أليس كذلك؟ نعم أنا حديثي هو يعني كل الأحزاب السياسية السودانية بمكوناتها المختلفة الآن هي هذه المسألة تهمها بشكل كبير الوصول إلى التوافق حول حكومة مدنية خلال الفترة الانتقالية المقبلة فهذه الخطوة هي بحاجة إلى الجلوس مع الجميع مع كافة الأحزاب السياسية المختلفة بكل مكوناتها من عرسها إعلان الحرية والتغيير وكذلك يعني الأحزاب السياسية الأخرى التي كانت تشارك الحكومة السودانية في الفترة الماضية حكومة الرئيس المخلوق عمر البشير فهذه كلها بحاجة إلى مشاورات خاصة وأن الجميع قدم رؤى ومبادرات مختلفة إلى المجلس العسكري السوداني فهذه المبادرات بحاجة إلى دراسة من قبل المجلس العسكري وكذلك هذا التمديد ربما يعقد المسألة بشكل كبير لكن المجلس عليه أن يسعى خلال الفترة المقبلة بالجلوس مع كل هذه المكونات من أجل التوافق على حل لهذه المعضلة طيب ألن تكون هذه المدة التي تم تمديدها من أسبوعين إلى ثلاثة أشهر ستكون بمثابة معادلة بين الطرفين المجلس العسكري الانتقالي وبعض الأحزاب وقوى المعارضة السودانية التي تتناحر فيما بينها وعلى سبيل المثال تجمع المهنيين مع حزب الأمة والحزب الاتحادي والحزب الشيوعي ألن تكون كافية لالتأم الرؤى والأفكار والتوافق؟ هذه المدة قد تكون هي كافية للوصول إلى حلول لكن كما ذكرت أن الأحزاب التي تقود حركة التظاهرات والاحتجاجات والاحتصامات في الميادين هذه واحدة من كروت الأحزاب التي تسعى إلى التحاور مع الحكومة للوصول إلى سلطة مدنية فهذه الأحزاب كذلك هي عليها الجلوس والتشاور قبل انتهاء هذه المدة ولكن هذه المدة في رأيي هي طويلة جدا بالنسبة للطرفين يعني الأحزاب السياسية المختلفة كما ذكرت وكذلك المجلس العسكري فيجب على الجميع التوافق على شخصية مستقلة للخروج من هذه الأزمة شكرا جزيلا على قراءتك أحمد عبدالغني المحلل السياسي ضيفي من القرطوم شكرا جزيلا على كل ما تفضلت بك شكرا جزيلا على قراءتك أحمد عبدالغني المحلل السياسي